موسيقى والسنة النبوية الأستاذ الدكتور سليمان العيدي والأيام التي لم ينسها أنا سعيد الحقيقة أن أكون معك في برنامج ينقل صور من ذلك اليوم الذي عشناه طيلة مراحل حياتنا فأرجو من المشاهد أن يتحمل ثقافة المذيع ويتحمل ثرثلة المذيعين كثيرا لكنني ما أحمله لهم اليوم أرجو أن يعجبهم وأرجو أيضا أن يدخل السرور عليهم وأن يكون إضافة في حياتهم رغم أنني لم أضف شيئا لهم في ذلك اليوم وأثناء قراءة نشرات الأخبار طبعا نشرات الأخبار قبل عام 1410 لم يكن هناك الحقيقة توقيت رسمي لنشرات الأخبار كان موعد النشرة في ذلك الوقت تخرج وحدة وحدة ونصف الليل في إحدى ليالي الشتاء كان في نشرة الأخبار خبر لمنطقة القصيم وتحديدا لمحافظة عنيزة نص الخبر أنه وقع عقد لصرف الصحي في ذلك الوقت وقيمة العقد 15 مليون في قراءتي أنا أمام المشاهدين قرأته ب 15 ألف مليون ريال وعليه اتصل أمير المنطقة بوزير الإعلام وقتها أنه كيف يعني هذا المذيع ما هو مركز يبدو في الخبر إحنا اللي عطانا هو ميزانية الدولة كلها مش ما عطانا ميزانية محافظة وين في عنيزة مثلا يعني ما أحبي عنيزة والبريدة وكل محافظات لكن لكن 15 ألف مليون إذا عطيت لي منطقات ترفل فيها بعام كامل فكيف يعني بجهة معينة والسبب في ذلك أنني تعوت في نشرة الأخبار أن أكتب الرقم كتابة وليس كما هو رقم ولذلك أنا اعتديت على الخبر بأضفت ألف فإذا بي أفاجأ على يعني الهوى واللي استمعوا الخبر أنه 15 ألف مليون ميزانية محافظة عنيزة وين في الصرف الصحي ومع ذلك تلقيت المحاسبة والاستفسار ولماذا أخطأت ولماذا وتعرفون يعني يسأل كثير من الناس إذا أخطأ المذيع هل يحاسب؟ طبعا يحاسب المذيع هل عليه خصم من الراتب؟ أيضا خصم من الراتب ومع ذلك لم يتم خصم راتب ولم يتم شيء وإنما الحقيقة عدنا الخبر في النشرة الثانية اللي بعدها أو تلتها وصحح الخبر وكان من رحمة أمير الممطقة والوزير جزام الله خير في ذلك الوقت تفهموا الوضع في ذاك اليوم كنت في زيارة إلى محافظة رفحة كان عندي برنامج وقتها اسمه ناشئ في رحاب القرآن الكريم حتى أذكر شارة البرنامج ناشئ في رحاب القرآن الكريم هذا برنامج يتنقل في مناطق المملكة العربية السعودية ومحافظاتي أو يسجل مع مدارس تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة والثانوية والمعاهد العلمية طبعا بالتأكيد هي في الدرجة الأولى لكن في حفر الباطل طبعا حفر الباطل لأني أنا درست حفر الباطل في رفحة نقطة التوقف في ذاك اليوم كان لدي الحقيقة أول ما أجلس يختار أحد المتحدثين على أساس يعلق على الطلبة الذين يقرؤون القرآن اخترنا الشخص الله يمسيه بالخير ويوفقه ويعينه في ذاك اليوم قلت له أنت ترى مهمتك أن تعلق على تلاوة وإجابات الطالب بدأنا رحبنا بالطالب وبدأ يقرأ ثم بعد ذلك قلت له معي فلان ابن فلان الشيخ الفلاني ليعلق على هذه التلاوة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا ظل له فقلت له وقف أنت إيش تقول أنت قال لي هما بيقولوا كده يعني قلت له المعنى اختلف تماما كيف من يهده الله فلا هادي له وكيف من يضلل له فلا مضلل له العبارات ترى مختلفة من يهده الله فلا ظل له ومن يضلل فلا هادي له قال لي آه طيب نعيد التسجيل وأنا أقول له نعيد التسجيل ما في مشكل فقال لي هو خطأ لسان قلت جزاك الله خير بالمناسبة لذلك اليوم عجبت الحقيقة بتعليقه دعوت له بالتوفيق وأتمنى أن يكون في حياة سعيدة إن شاء الله في ذاك اليوم طبع مسابقة الملك عبد العزيز كم هي اسمها المسابقة الدولية للقرآن الكريم وقتها ثم غير الاسم إلى مسابقة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة في ذاك اليوم الحقيقة يوم بالنسبة لي تمنيت أنه ما كان طبعا نحن نقدم رسالة تلفزيونية يومية عن الفائزين وفي آخر يوم سيحضر أمير المنطقة ووزير الحج والأوقاف وقتها الله يرحمه عبد الوهاب عبد الواسع وأمير المنطقة الأمير ماجد بن عبد العزيز فاليوم اللي كان في حفل الاختتام قدمت في الرسالة تسجيل على أساس نبثه اليوم التالي فأعلنت الفائزين قبل إعلانه في الحفل وقبل إعلانه فيه أمام أمير المنطقة وأمام وزير الحج والأوقاف فالله يرحمه عبد الوهاب عبد الواسع وهو في بيته يسمع أسماء الفائزين بجائزة القرآن الكريم الدولية في مكة المكرمة الفائز الأول فلان بن فلان الفائز الثاني قال سليماني لأيدي هذا وأصبح وصي علينا وأعلن عنه وأنا لابس بدي يروح وزع الجوائز مع أمير المنطقة فكيف يحصل هذا كيف يحصل هذا ذاك اليوم ما ينزل أبدا ففعلا يعني وصل الوزير وأعتذرت منه وقلت له أنه حتى بس تكون المادة التلفزيونية جاهزة حاولنا أن نسبقكم لأنها ستكون يوم الغد لكن إن شاء الله وما يعني قدر وقعه الحمد لله في ذلك اليوم كنا الحقيقة مجموعة من الإعلاميين ومن المنفذين ومناسبة نقل المساعدات إلى شعب البوسنة والهرسك ونقلنا عن طريق طائرة القوات الجوية السلاح يسمى طائرة السلاح الدكتور عبد الله العبيد وفقه الله الدكتور عبد الرحمن السويلي مجموعة من الأطباء مجموعة من الإعلاميين يعني الموقف في ذلك اليوم هو في خط العودة عندما رجعنا إلى المملكة العربية السعودية كان الحقيقة جو بارد في تلك المنطقة فطلب قائد الطائرة أن يتوقف في ألبانيا لتزود بالوقود وجميع الأساتذة أعضاء الفريق في هذه الرحلة كلهم معهم تأشيرات ودخلوا إلى ألبانيا لما جاءوا يكشفوا على جوازي وجدوا ما عندي تأشيرة في ألبانيا فقالوا والله الأخ إسليمان لا يمكن دخوله إلى ألبانيا ولا يمكن أن يمر في الأراضي هنا فطيب ما هو الحل؟ قالوا والله يبقى في طائرة السلاح وإن شاء الله الصباح السابع سابعا نزودكم بالوقود ويمشون فأبدت ليلة باردة داخل الطائرة وطائرة السلاح لكم أن تتخيلوا وهي طائرة حقيقة ما هي مهيئة لركوب الركاب ولكنها يعني بس إنها يعني مزعجة حقيقة ثم بقيت ليلتها حتى الساعة الخامسة والسادسة صباحا تطل من النوافذ ما تشاهد إلا صورة أنوار قليلة جدا ونباح الكلاب أعزكم الله فليلة لا تنسى في حياتي في ذلك اليوم هذه القصة حقيقة من ما سجلت في ملفات حياتي في رحلاتي خالج المملكة وفي أيضا التغطيات التلفزيونية التي كنا نقوم بها وتمنياتي لمعالي الدكتور عبد الله العبيد ولمعالي الدكتور عبد الرحمن سوين والزملاء وفريق العمل بحياة سعيدة وأرجو أن تصلهم هذه الكلمات وهم في صحة وعافية إن شاء الله في ذلك اليوم يعني طبعا أيام المسابقات القرآنية الحقيقة أيام كثيرة جدا ليس محددة بيوم ومواقفها أصلا كثيرة جدا يعني رحابة الناس معك في الستوديو أنت على الهوى طبعا المسابقات القرآنية كانت تسجل تسجيل وكنا أيضا على تواصل مع المشاهدين من خلال الرسائل لكن بعد ما أصبح البرنامج مباشر أصبحت الطلائف كثيرة لدي أكثر من موقف لكن في ذلك اليوم اللي هو التاسع والعشرين من شهر رمضان في إحدى ليالي آخر رمضان كان اليوم التالي عيد بعد ما أعلن العيد فجئنا إلى المشاهدين وقدمنا الحلقة الأخيرة طبعا أنا اسمي سليمان العيدي وبكرة عيد آخر متصل قال لي يا أخي سليمان قلته أنت ما جوابت يا أخي قال لي آبني سؤال ثاني قلته أنه موعد نشرة الأخبار أزف الساعة التاسع ونص قال لي يا أخي أنت عيدي وبكرة عيد خليني أتعيد مع الناس يا أخي فقلته الجائزة لفائزنا من عرعر في ذلك الوقت أذكر ذلك بالتحديد مقدارها ألف ريال ومبروك عليك الجائزة ومبروك أن يوم غد هو يوم العيد وتهني آلي كل المشاهدين أنه غدا هو الأول من شوال عيد الفطر المبارك الحقيقة كانت السعادة تغمرنا جميعا ونحن نتعايش مع المشاهدين في ليالي رمضان طيلة هذا الشهر مواقف كثيرة جدا في المسابقات الرمضانية أنا أجت معها فترة من عام 1400 تقريبا من تسعة إلى تقريبا قبيل تغيير ثوبها والدخول إلى المشاهد بثوب جديد كنت أنا الوحيد مع زملاء آخرين طبعا كنا نقدمها كان يقدمها مذيعان في هذه ثم بعد ذلك من بعد تقريبا تسعة عشر وثمانطعشر استقللت بتقديم المسابقة لوحدي بث مباشرا للمشاهدين ذاك اليوم أحد الأبناء والبنات في المنزل قالوا لماذا ما تكون لك حساب في تويتر فقلت لهم أنا معروف في المجتمع فالذين دخلوا تويتر هم من أجل أن يعرفوا وأن يكون لهم موقع وأن يكون لهم حساب وأن يتصل عليهم وأن يعلق عليهم أنا هذه الأشياء أشبعت فيها ولله الحمد طيلت ثمانة ثلاثين سنة لكن في ذلك اليوم يعني كأن الأهل وقعت في فخهم فبدأنا في حساب تويتر ومع ذلك عهدت نفسي في ذلك يعني أنه لا أرد على أحد ولا أضيف أحد ولا أتحدث مع أحد ليس كبرا ولكن أعرف أن هذه الشبكة شبكة تويتر أو الموقع هو ميدان الذي يدخلوا الله يعينه في يوم من الأيام في ذاك اليوم وجدت رسالة مزعجة شوي أنا علي يعني عهد أنه ما أرد على أحد ومع ذلك وقفت ماذا أكتب فتذكرت آية قرآنية جميلة كل قرآن جميل قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تكتمون اللي بيقراها بيفهم وحتى تكون أيضا في نسق أنا ما أكتبه في التويتر أنا لا أكتب إلا يعني مواقف يعني حكام حكم ومواعظ ومواقف وإذا صار حركة في اليوم لحدث معين مثل المسابقات مثل الاحتفالات مثل كذا هذه أسجلها وأرصدها فقط ووعلق بعض الأشياء على أحداث تقع في في اليوم نفسها لكن وصيتي أيضا لمن يملك حسابا ووضع فيه أو جاءه ملايين المتابعين يعني أن يتقوا الله فيما يودع في هذا الحساب من كلمات ستحاسبون عن كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيم عتيد جئت إليكم اليوم لأتحدث عبر ذاك اليوم لكن كلماتي قد لا تعبر عما في نفسي ومن هنا أوجز لكم حديثي بكلمات قصيرة أنت من تصنع نفسك بجهدك وعرقك وصبرك ولا تقف لتلتفت يميناً وشمالاً فيمضي القطار أعني قطار الحياة دون أن تصنع بصمه سليمان بن محمد العيدي ترجمة نانسي قنقر